اشتركوا في القناة عم نلاقي كتير من الأشخاص هاي عم بمارسوا هوايتهم كتير من العالم بيعتبروا الصيد رياضة ولكن قبل ما نفوت بهذا الموضوع خلينا لأنه الحلقة رح تاخد الطابع التوعية بدنا نحكي شوي عن دور الطير بالطبيعة وليش كتير من العالم بيعتبروا الصيد ما له علاقة بالرياضة والصيد كتير مضر وما أنه أثكل أبداً صغير أخلاقي إذا بدنا نقولها للكلمة بالعربي دور الطيور بالطبيعة شو هو؟ دور الطيور بالطبيعة بتلعب دور كتير مهم كل نوع الطيور أو كل فئة الطيور إلا دور معين يعني الأدواء في كتير أنواع طيور صغيرة بتاكل الحشرات وبتاكل الدود اللي بالأرض سو بناهي بتنقل التراب وبتنقل بتشيل الأمراض اللي بينوجدوا مع هالحشرات ومع هالدود وبنفس الوقت كمان بيلقحوا بزور الشجر يعني هالطير بس يأكل من شجرة الفواكة أو بيأكل من شجرة مهمة للطبيعة بيكبكب البذر بيعمل البذر بتطلع بصير شجرة جديدة الطيور الكبيرة كمان يعني عنا طير البوم اللي هو كتير في ناس بتشيقوا منهم ما بيحبوه بالليل بتصيدوا الفيران الفيران والجردين اللي هولي إذا كترة الـ population طبيعاً كمان بيكونوا مئزين كتير بنهار البريديترز الكبار مثل السؤورة والبوشي والسؤورة كمان بيسيدوا هالكوارد اللي هي بتأذي الطبيعة وبيحددونهم الـ population طبعيتهم حتى في أنواع تانية من الطيور الكبيرة كمان مثل الغراب ومثل الفالتشر الكبير هو اللي وين ما يكون فيه جدة بالطبيعة بيروحوا بيأكلوها بينطفوها وهيكي بيجانبونا كتير أمراض بتنتقل أو بتنتشر بيأتنا بيجانبونا من وراء هول الجيف إلا كتير منافع نحنا كمان في صور اللي رح يقطعوا معنا ويفرجوا كمان اللي عم بتقولوا شغلة كتير مهمة اليوم بيكون في عنا حشرات نحنا على على الشجر أو مثل ما قالت يمكن بتراب ونحنا كمان نضطر أنه نرشهم وقتا من حد هالمبيدات هالمبيدات هي كمان إلا ردي تفعل على صحتنا سو وقتا عم نقتل العصفور أي وقتا عم نقتل العصفور عم نضطر نزيد كمية المبيدات والكاميكولز اللي هي مضرة للبيئة أو لألنا كمان ديراكت لي يعني سو إذا بنترك هالطير يأكل وينفعنا وينضف لنا الجو بنشتعمل كاميكولز أقل ومنشتعمل إشياء سامة أقل وبيكون عنا دليل أنه بيقتنا نضيفة وصحتها مليحة نعم وحتى هيدا الشغل اللي إلتع بخصوص الطير البوم يلي مثل ما قلت نحن يمكن نتشاق منه ولكن هذا موجود بطبيعتنا وكثير من المرات منشوف في راسكيوز عم تنعمل لهالطير عم نشوف صورة عم تفرجينا كيف بيأكل الفيران ويلي نحن كمان منعاني منهم بكثير من المحلات وفي شغلة هنا بندوي علي أنه في منهم بيأخدوا هالبوم إذا تصيادوا ما مات أو بيعيشوا بالبيت هالعصفور هيك سريعا ما أنه عصفور في عيش معنا ببيت أبدا ما أنه عصفور بات ما بيعيش بالبيت بالنهاية عنده غريزة أدبا نقدم له ببيتنا ما رح يكون مبسوط بدون يأكلوا حيوانات بدون يأكلوا يعني بالنهاية بيعملوا ريحة بالبيت بيصيره أجراسيف بيصير يهجم علينا بتأثر حياته منكونوا عم نزلموا كتير وعم نشلوا أهميته من الطبيعة ببيتنا ما رح يفيدنا شي رح يكون كتير قانانيين وأصلا هو مش رح يكون مبسوط هو ما حيكون مبسوط أبدا أد ما عملنا له إذا بدنا نكفي عن الموضوع اليوم في عنا انقراض للعصفير بلبنان وفي لبنان وبالعالم وفي كذا سبب هلأ شو هن الأسباب سريعا يلي بتأدي لانقراض الطيور بالعالم أول شي لاصف هابتات فقدين البيئة الطبيعية تبيتهم يعني كلما عم يكتر العمار كلما عم نقرب على مناطقهم كلما عم نشلهم شجر وعم نقذ البيئة هنه كمان عم بيخفوا عم بيروح أكلهم عم بيروح المساحات تبعيتهم هيدا أول شغلة الثاني شغلة استعمال الكاميكلز والصموم بالمزرعات وبالمحاصيل وبين المزارعين كمان هيدا كتير بتأذى والأزى الكبير بيصير هو من الصيد الغير شرعي العشوائي اللي عم بتسبب أعداد كتير كبير من الطيور كتير منها مهدد بالإنيراد عم بتسبب أنه عم بيروحوا شوي أكيد نحن هيدا رح تكون موضوعنا الأساسي اليوم يلي هو الصيد والصيد الغير شرعي التلي في كذا نوع للصيد قبل الهواء وهيدا شي مهم أنه نحكي عنه العالم مش بس بيتسيدوا بالبرودة فيه أنواع صيد تاني صح؟ نعم نعم نشوف صورة من أحد هالأنواع اكزاكلي فيه هيدا الصيد يروحوا بيبعثوا ناس يتصيدوا عصفير من قلب من عشوشة البيبيز هيدا هدفها مادة بحد هؤلاء بيخدوهم تحت يبعون بالمحلات مثل البلابي الإحساسين البومي الوودباكر حتى عنا عنا سروة كتير طبيعية عم هالكوة الطائر الهدهد صراحة من الشكل يعني كمان غير أنه العصفور مبين معزب يعني هذا بعده عايش وبينشاره بيموت أغلبيتهم بتموت الطائر الحسوني اللي هو مفروض ينترك بالطبيعة فيهم يعملوا بريدنج لكابتف حسون اللي هو طائر كتير مهم يعني العالم برا بتعرف كمتو قد شو نحنا عم نهلكو عم نوصلوا مرحلة لأنه كتير عم ينقص هيدا الشغل الصيد اللي شفناه هيدا صيد يمكن مش كتير من الأشخاص بيعرفوا يعتمدوه ولكن موجود بلبنان صيد الأكتر موجود بكترة ايه الأكتر اعتمادا اللي هو الصيد باستعمال البرودة رح يقطع معنا كم صورة يمكن مش كتير حلوين ولكن هولي من لبنان بنتشروا عادة على السوشيل ميديا وبتتفرجي كمية العصافير اللي عم بتم صيدة بلبنان حتى نحنا يمكن فينا نحكي شوي عن الأرقام اللي عم بتم صيدة وقديش هون عم نشوف نحنا صورة من السور اللي كمين بيتبهب فيهم على السوشيل ميديا بعدد العصافير وهون هالشي الملفد شادي أنه بيتسايدوا أوقات عصافير ما فينا نكلة أغلبية الأوقات هيدا بفقة الصيد الغير شريع العشوائي اللي عم بيصير أنه كمانة مقصمة على كذا فأول شيء أول هدف من هالصيد هي الطيور المهاجرة اللي هي بتنتقل من بين أفريقيا لأوروبا وبتمرق بمناطقنا نحن منطقة الشرق الأوسط للأسف مش للأسف هي طبيعتهم أنه بيمرق كل السنة بنفس الممر وبنفس الوقت وهيدا الشغلة بيستعملوها الصيادين الغير شرعيين تحت يقوصوا هالطيور بيعرفوا محلهم وبيعرفوا وقتهم بس الفكرة أنه أغلبية هالطيور بتكون رايحة تتكسر رايحة تتخلف أغلبيةها كمان ما بيتتاكل سهولة وفي كتير منهم في كتير من هالأنواع مهددة بالإنيراد سهيدا الشغلة عم تنزل أعدادهم بشكل هيل يعني تقريبا يعني نحن هالعسافير اللي منشوفها قطع بكمية كبيرة منفكر أنه هي في كتير منها ولو ما في كتير منها مش عم تقطع بهالكمية الهقلة ولكن هالفرادية منا مزبوطة هيك بيقولونها بيقولونها مالك في منهم كتير بس هندي مش عارفين أنه هننعلم حدد هيدا من الطير اللي قطع فوق بلداننا يمكن هيدا يكون آخر رف موجود بالعالم كله عم يقطع سهنة عم يخلصوه في واحدة من العسافير هو هيدا الطير اللي عم تشوفه تحديدا في منه 12 وهو من أصل سوريا تحديدا صح؟ حرام هكتاريون أريد تقديريا كل سنة عم ينقتل حوالي 2.6 مليونين فاصلة 6 بيردز بلبنان بس بلبنان عنا هيدا شي بفزع هيدا شي مش طبيعي هيدا كارسي بيئية وبالنهي نحن رح نتأثر فيها كمان الشغلة الملفتة كمان بالمعلومات رغم أنهم كتير معلومات محطوطين على الهواء لكن 25 مليون طلقة بيصير فيه حوالي 600 طن من الرصاص اللي عم يجي على الأراض على الأرض عنا بلبنان هالكمية الهائلة كمان عبد ضرب البيئة إذا بنا نحكي بس عن الرصاص اتسالف يعني الرصاص اللي عم منقوسها كما وأنه اليوم في عنا نحنا مثل ما عم نشوف سوا 400 نوع طير بلبنان وخمسين وبيصير تقريبا خمسين حالة أكسيدنت يعني حواديس خلال الصيد بما أنه كنا عم نحكي عن الخراتيش والبرود هالصورة اللي بتبكي كمانا لأنه كمانا الصيادة عنا بيتركوا الخراتيش بالطبيعة وهنا نحنا منكون عم نضر البيئة وعم نلوس البيئة يعني الشغلة كلها وبعضها مضارة كتير ما في إلا منافع فيه بس مضارة نعم وهلي الصور كمانا بتفرج بعض الصيادة بلبنان ونوع العسافير يلي بيتصيادون ولكن هنه ما منقدر أنه نكلون فيه حال كان الهدف من الصيد أنهن يكلون صحيح هلأ إذا بدنا نحكي نحن شوي أكتر عن طير أصله لبناني فيه كتير من الصيادة بيقولوا أنه ما قايف فيه عسافير بتقطع مرور الكرام وأصلا بتضر بطبيعتنا وأصلا كترتها منا مفيدة وفينا نقوصها ونقتلها هل هالشي صحيح بأنواع معينة صحيح صار في مننا عدل بكترة كبيرة بس هذا الخلل اللي صار ليش لأنه نحن شلنا لهم الإشياء اللي بتتصيادهم قتلنا البريدترز هو في سايكل أوف لايف يعني هولي العسافير هيدا النوع تحديدا مثلا ليش كتير لأنه نحن قتلنا لهم البريدترز نسبة قليلة بالنسبة للصفير البقاء اللي موكمين بلبنان كل السنة يعني الصيادة هولي اللي عم يتصيادوا كيف ما كان أغلبية الصفير اللي عم يتصيادوا منا متكاترة كتير منا موجودة بكترة ما عم تلحق على الصيد اللي عم يعملوه الشباب نعم كمان عم نجرة على الانكراد يعني مش كلهم قدرين يتكاتروا مثل مهن متوقعين لا هيدا شغلة غلط أنا ما بعرف إذا معنا بعد اليوم وقت لنحكي أكتر عن هذا الموضوع ولكن كمان في عنا عصفير معينة رح تنقرد بلبنان أنواع عصفير معينة بس إذا فيكم تساعدوني من تحت بالوقت قديش تقريبا بعد معنا وقت على جميع الأحوال عم نشوف هلأ بعض أنواع من العصفير يلي رح تنقرد بلبنان ويلي هن نحن كمان أوقات منقوصهم بلا ما نعرف أو يمكن عن قصد ولكن ما بنعرف أنه هلأ صفير بالزيت هي صفير رح تبطل موجودة إذا كفينا بهالصيد إذا بكتعطي نصيحة نهائية لكل السياد اليوم يلي عم بيشوفونا ويسمعونا خاصة وأنه في أولادهم عم بيتأثروا فيهم ومشوف أولاد عم تطلع على الصيد شو النصيحة اللي بتاعتيني مضبوط النصيحة أنه في حال حدا بده يتصيد بده يكون صيده مشروع ومرخص يعني بدي أخذ رخصة لأسلاحه بدي أخذ رخصة لصيد طبعوله بدي يكون هو عنده توعية شو يتصيد أي مطلع يتصيد يعني نحن عنا قوانين بس للأسف ما عم تطبق في فترة معينة محددة اللي هي من جولاي لجانيواري هيدا وفي أنواع محددة من طيور إلن حق يتصيده وبكميات محددة أكيد سو منتمنى إذا مضطرين يتصيدوا يستعملوا الأثيكال هونتنج ما يقزوا غيره ما يزو الطبيعة نحن أكيد رح نحكي معلمها الموضوع أكتر بركة بحلقات بالمستقبل بدأت شكرا كتير شادي هيدا كانت اليوم حلقتنا بباتس مشاهدينا وقفوا من تابع ام تي في العيف